سلام الله عليكم صباح النور حياكم الله كم حبة حتى الآن الجاهزة إن شاء الله 145 حبة حتى الآن كم يبقى معنا؟ يعني باقي يعني يقولوا على حسب الكمية يعني في 350-400 الخط يعني طويل 400 حبة؟ يعني في كثير من هالخط طويل كم طلبوا لحميدة فقط؟ الحميدة؟ الحميدة يمكن طلع هؤلاء 352 الحميدة الحالة؟ لأنه في هل يعني دروة الخيرات والبرلي منه كن يعني يا ابو فتحتين ثلاثة أربعة ماشاء الله إذن العمل يحتاج إلى جهد أكبر نعم يحتاج إلى مزيد من الجهد وندعم كمان وندعم كمان يمكن يعني يطلع الجهداء وتم تصريف المئة بالطريقة أمس مشروع وصاب العظيم ظهر على الجزيرة على قرف الجزيرة القطرية نعم هو مشروع يعني مشروع جدي يعني مشروع كبير جدا ويعني على نفقة يعني فعل خير بجهد ذاتي مال يعني هذا يعني في عثمر يعني من الحاجة اللي نادرة في اليمن نادرة في اليمن لأنه لا يوجد مشروع لتكون بهذا الشكل بهذا الحجم لكن أبناء وصاب ظهروا نعم ظهور كبير باشاء الله نعم ظهور كبير ومشروع بارك الله فيه عملكم شكرا الله اليوم تاريخ أربعة عشر تسعة الفلوان وعشرون هنا نحن في الشفار الحديدة جوار بصنع العبارات جوار محمد عبدو سلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا نعمل هناكي محمد نحن الآن نقوم بصناعة العبارات ايو ايو مشروع يحضر جمال مطحان خليش مطلق نعم الذي فهم به أبناء وصاب الخيرين السجار لذني كنا نعتبرون في الصناعة في جزيرة جزيرة على البرق موجودة كنا نعاني من قبل إذا أردنا أن نسافرين صرعة يستغرق مننا حوال 24 ساعة ومنهم من ينجي ومنهم من يطيح بسابة الطرق وسابة طرق فأما إياب الأضبار تحدث ولا حرج هذه حميدة أمامك إذا لم كان يصونها كل يوم أبناء المنطقة وأصحاب السيارات ما يستطيعوا العبر مرغافة كان صعبة جدا والآن حالة كئيبة جدا بنسبة المواطن ما شاء الله بخير فأما الآن وبفضل خيرين الحمد لله صارت المعانة أقل وصار الخط أسهل واليوم نستقبل كل يوم موافقين جدد منهم من لم يكونوا موجودين في وصابه القبل ربما من موالي الحضرموت موالي الصنعر وهم من أبناء جنسنا من أبناء وصاب الحبيثة إخواننا أبعدتهم عننا إيش الوعورة في الطريق فقط هي لذي أبعدتهم عننا أما مصدرس فبسيطة جدا أنه يروح يبحث عافظة ويعود إلى بلاده شي طبيعي ولكن الطريق صعوبة جدا والألكب في رشعبه رئيس المشروع الشيخ منصور عبدالله الصنعر المطخن هذا هو الشيخ المؤنس نجيب وكذلك المدير ياسين الضحري وحيي جميع العامين جادوا في نوع تحييات لضم بارك الله بارك الله بارك الله اليوم مشروع وصاب العظيم وسبح حديث الساعة في أنحاء العالم اليوم 14-9-2021 سلام الله على الذين ساهموا وتبرعوا وسددوا لوجه الله سبحانه وتعالى من سفالة حميدة في مخلاف القائمة عزلة غيثان نحييكم مراشلكم محمد عبدالله جحانا أصعد الله مساءكم بالخير والمسافة نحييكم من مصنع العبارات في حميدة العبارات عزلة بناء عزلة بناء هوا هوا نحط المتبرعين اللي يبخلوا عاينا بالتبروعات هذا نكمل أن يواصل الدعم لكي نكمل ما بدأنا بو إحنا الآن في المرحلة شبهة نهائية ربما الآن إحنا نقوم بهذا العمل الإنشائي تمام لك؟ هذا عدل الأسفل لا عدلش حاجة حياكم الله أحياتي لكم وأحيي الأمه الهولى وأحييكم النقام الذين يشتغلوا في هذا المشروع مشروع جد المطحن وهم الآن يقوموا في صلوح الأبارات وهم الآن يجعل الأبطال ومحيي من ساهم في هذا المشروع ومن تجع مارك الله فيك عمل كلام سليم شكرا لك والله أهل من سليم أعطنا الله على حب إقواننا أصحاب رؤوس الأموال سواء من أبناء وصاب أو من أبناء اليمن عموما خلوني لك أن يقوموا بدعمنا اليمن أصبح الآن مشروع وصاب ويستداول عبر الله جميع القنوات أمس بالجزيرة أمس قنوات الجزيرة العالمية عن المشروع وصاب أنا أعتبر أن المعجزات جدات في هذا الظلوف أنا أعتبر أن المعجزات صراحة ولمشتراعية لأن تكلفة كبيرة جدا ومشروع عملك بصراحة وفيه شقة صعوبة جدا كان من المستحيل الأول عندك جزء بسورة كان من المستحيل لك تطعها رجل تم الايام الأمطار كانت من المستحيل لك تطعها رجل كل يوم اليوم عادة عركبة الأولى لأنه كان في عركبة الأولى جسر يمتد من جبل الإبراهيم إلى غيتان ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الامور جاهزة اليوم 28 ثمانية 2021 هنا حنوب السفر الحميدة امام هذا المصنع العملاق لتجهيز العبارات في حميدة ان شاء الله امور طيبة والعسل له السلام عليكم ماليب ايه العسل ايه العسل العسل موجود هذا صاحب العسل يقول الان يوم العسل اليوم يوم العسل الدنيا كلها عسل والعمل كله عسل والمشروع كله عسل والتصوير عسل سلام الله على المتبرعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير اليوم 14 ثمانية 2021 من امام المبروقة نواصل واياكم التواطل الإعلامي اليومي لهذا المشروع العظيم في وصاب الخير في وصاب العظيم نعم ووصاب من ذمار وذمان من صنعة سلام الله على صنعة ام سمعنا انه الان اصبح مشروع وصاب العظيم حديث الساعة تناقلت وقالت انباع عالمية مثل قناة الجزيرة العربية العظيمة التي هي في انحاء العالم قناة الجزيرة العربية القطرية نتمنى ان نسمع تبرعات ومساهمات من امير قطر ومن امير القويت هؤلاء الشخصين لهم بصمات تاريخية باليمن اياديهم بيضا باليمن فسلام الله عليهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة